أمسية طيبة للجميع مشاهدين الكرام وهلا بكم إلى هذا اللقاء التنبيه من المستوى الأول عن تساقط أمطار عدية معطبرة خلال أمسية لهم على كل من العاصمة سيدي بالعباس، تيبازا، تيسمسيك، لغوات بورج بوري ريج، غيليزان ولاية بيجاية، لمسيلة، ولاية تيارة، ميلا، أم البواقي غالما، تيزيوزو، ولاية شلف باتنا، سطيف، الجلفة، لمسان أسانطينا، سكيكدال، بيض جيجل، عند فلمدي، سعيدة نعامة، بومردس، بويرا، معسكر وحتى على ولاية ولد جلال وكذلك ولاية البليدة، إذن خلال هذه الليلة إن شاء الله أمطار ستتساقط وتتواصف التساقط خلال يوم الغد تقريبا على جل المناطق الشمالية خاصة الوسطى وكذلك الغربية، الأمطار ستزدد غزار خلال أمسية على المرتفعات والهضاب لتلتحق أواخر نهار على منطقة الأوراس، بعض الأمطار المتفارقة تحت وقرعود ستخوص كذلك شمال الصحراء ومنطقة الصورة، سحب سوف لكثيفة على منطقة تندوف والحدود المالية الجزائرية، مع زواب عملية ستنشط على كل من أقصى الجنوب، كذلك صحراء الوسطى ومناطق الجنوب الشرقي خلال هذه الليلة، وخاصة صباحة الغد، مقاييس ما بين 10 درجات إلى غاية 21 درجة على الوجهة الشمالية 21 درجة على الولايات بشار 21 درجة على تامنرا 67 درجة على جانت 26 درجة من الصحراء الوسطى نحو أقصى الجنوب أما خلال ظهيرة الغد درجة الحرق سوى في تراجع خاصة على مناطق الوسطى والغربية مقاييس ما بين 18 إلى غاية 24 درجة ننتظر 28 درجة على بيجا يسكيك داع النبى جيجل والطرف 32 درجة على الولايات غردايا وولايات جانت 34 درجة على تندوف تنخفض الغاية 24 درجة على الولايات بشار ترتفع الغاية 41 درجة على أقصى الجنوب أما البحر خلال يوم الغد يبقى هادئ وجميل على السواح الوسطى والسواح الغربية لكن قليل اتراب على السواح الشرقية رياح ضعيفة تقريبا على طول شريط الساحلي وقت شرق الشمس اليوم الغد على مصول عاصمة سيكون بحول الله في تمام السادسة 51 دقيقة أشكركم على المتابعة أمسي طيبة للجميع